السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله ليلة حافظة انا بغيت كده ليه مع اخواتك يا ربي يا كريم ممزوجين شو واحدة مريضة شوية ايانا ليلة هيل الله ليلة حافظة عالج ممزوجات شو الشباب ولو خايفين من الزواج ولا غلاء المعيشة ولا ما عندهم ازهر والزهر لي ما مكنين شد الساعة والله ما ليلة هيل الله يا ربي لا حافظة الله يحفظك كوريرها حافظة مها وحاتك كوريرها على الكلمة ديالك الطيبة وهي وضعت الأصبع على المشكل برمته هذه العنف وهذه المشاكل وهذه القوانين التي نزير بها الوضعية رأيك تأدي إلى عزوف الشباب عن الزواج رأي المشكلة ديالنا إذا توسن قوانين جديدة قوانين ردعية قوانين زجرية كما تطالب بها بعض المنظمات النسائية المشكلة ديالنا هي في خلق جو من المودة والرحمة والتعايش والتعامل بالنطف ما بين الأفراد المفروض هو أننا نقوم بعملية الإجراء الإطفاء نطفئ النيران التي في الصدور والتي في القلوب لأن المشكلة كلها هي مشكلة مودة ورحمة لأن حافظك تقول لك خواتتها ما تزوجوش وهناك القوانين بأن النسبة مقلقة ديالشابات اللي تجاوزوا الثلاثين والأربعين وبقي ما تزوجوش إحصائيات مخيفة ومقلقة ومن بين الأسباب هي هذا العنف ضد النساء منك أن تتكلموا عليه بوفرة وبعض الشباب المقبلة لحياة يخاف يقول لك لماذا أزوج بنفسي إلى عالم فيه صراع وفيه مدونة وفيه حقوق وفيه واجبات وفيه كده خليني مرتاح ويفضل أنه يبقى يقوم بالعكوسات والتحروش والمضايقة الإلكترونية والعلاقات الغرامية اللي هي داخل في الحرية الفرضية وهذا المسار اللي مشينا عليه راه رهباناتنا وأخواتنا غددفعوا الفاتورة غالية جدا فكلما حرثنا على التربية الإيمانية واليقينية وقول النبي الكريم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصار وأحسن للفرج فإنه كيكون الشاب غير كي يبدأ يشوف الحياة كي يسعد في الزواج أور بكي يجب رزق حق على الله أن يكرم من يريد أن يحصل نفسه من حقوق العباد على الخالق وربنا لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون ومع ذلك قلنا رهل يبغي تزوج على سنة الله ورسوله صادقا ليعف نفسه ويبتعد عن الحرام ويبغي ابن أسرة وعندها دنية حق على الله أنه يكرمه ويوسع له الرزق فبنت حافظة أسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد في هذا اليوم المعظم المكرم يوم الجمعة لفي الدعاء مستجاب أسأل الله تعالى أن يرزقك أنت وأخواتك القبول اللهم يا ربي يا كريم ارفع الموانع عن حافظة وأخواتها اللهم ارفع عنهم الموانع اللهم ورزقهن القبول اللهم وقدر لهن أقدارا طيبة واكتب لهن مكاتب حسنة وأسعد قلوبهم يا أكرم الأكرمين للا حافظة بريتكا بنتي أنت والأخوات اللي عندكم العكوسات أشغى نديرو باش نحيدو العكوسات كنحيدوها ماشي بصفحة ماشي بشي حجاب را من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا أودع الله له كنحيدو العكوسات بطريقة سهلة وهي بالإكثار من الاستغفار الاستغفار يحيد عكوسة كلها لكيشعر بأنه عنده العكس في الزواج لاكس في العمال لاكس في الرزق لاكس في العلاقات مع الناس هذا العكس كله غديزول بماذا؟ بأن يلازم الاستغفار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ديق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب وربنا عز وجل يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا غير تشوف رسك بأنك مزير رزق قليل السعد ما كانش الحياة للضيقة إياك أنك تحزن إياك أنك تقلق وإياك أنك تدخل في صراع مع الآخرين شكول السباب واش الحكومة لما قمت بالأشغال ديالها واش الوزارة واش البرلمان واش السلطة المحلية واش والدية واش المحيط واش المجتمع هذا كله غير خليه بعيد شكول دير بينك وبينه ستارا وحجابا وادخل إلى خاصية نفسك واتجه إلى ربك وانخرط في الاستغفار قد قل أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مئة مرة في اليوم قل مئة مرة في اليوم وسوف ترى عجائب قدرة الله ودائما قل سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعود بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الدنوب إلا أنت قلها وكررها مرارا وتكرارا واشعر بحلاوتها من اللي غتشعر بالحلاوة ديالها هذه الساعة غتجي الثمار وتخطفها غتلقى بأن رب العزة يغلق عنك أبواب التعسير ويفتح لك أبواب التعسير على مصراعيها الرزق والزواج والخدمة والعلاقة الطيبة والخيرات والبركات والمودات من عند الرحمن أسأل الله الكريم المتعال أن يحفظك يا حفيظة ويحفظ العائلة ويحفظ الولدين ويسعدكم جميعا بكل ما تتمنى اللهم أمين يا ربي يا كريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر